منذ أكثر من ثلاثين عاماً أنشئت هذه المنطقة إلى الجنوب من محافظة ميسان لتكون أحدى القرى النموذجية بخدماتها ضمن منطقة معمل ورق ميسان لكن الحال تبدل وأصبحت المنطقة اليوم تعاني من غياب أبسط الخدمات مما سبب المعاناة للأهالي نحن هذه منطقتنا تأسست هي المعمل يعني نهاية السبعينات ومن تأسست لحد الآن ماكوا واحد يجي ومر وسوى خدمات بيها يعني ضمن إدارياً ضمن قضاء المجر الكبير والحد الآن لا سيارة بلدية تدخل لنا لا شوارعنا أحد مسويها لا مجاري لا ماء لا كهرباء ناشدنا المحافظة وناشدنا مجلس المحافظة ورفعنا كتب للقيم مقامية وكل فائدة ماكو ويؤكد المواطنون في منطقة المبروكة كما تسمى أنهم كثيراً ما تلقوا الوعود من المسؤولين والسياسيين في أيام الانتخابات لكنها ذهبت أدراج الرياح والمنطقة بقيت على حالها المنطقة منذ سقوط النظام وإلى الحد الآن لم تشمل بأي خدمات عامة لا من أكساء شوارع لا من خدمات مجاري ولا خدمات صحية ولا خدمات أمنية بحيث المنطقة ناشدنا أكثر من مرة من المسؤولين كل مرة مني تجي الانتخابات قدمون وعود لكن بعد تسلم المنصب ما نشوف أي خدمات من اللي هم وعدوا بها ويشكل سقوط الأمطار هم من آخر يضاف إلى هموم الأهالي هنا كونها تحول المنطقة إلى برك ومستنقعات تشل الحركة لإفتقارها إلى الطرق المعبدة والله وضعيتنا هل تشوفون تعبانه تعبانه هاي الماي اللي جاي يصير مجاري ماكو ماي ماكو كده والله لا تجد علينا الحكومة ولا هاي هاي شوه دي تمرضي ظل سالة ماكو يعني هاي سيدها يجي بالصيف سالة ماكو شلع ماكو يعني ماي ماكو ماكو يعني بسسها بشتين وبعد القل الماي الحص الماي غيرها ماكو هذه المنطقة ومناطق أخرى أتعبتهم المناشدات والوعود والتي لم تلب الحد الأدنى مما تعانيه المنطقة من غياب لأبسط الخدمات وهذا الحال منذ سنين طوال أحمد السدخان الفرات ميسان